اشتركوا في القناة اعود الاجواء الى مشمسة وحارة نسبيا خاصة على المدن الداخلية للوطن احتمال تكوين بعض الخلايا الرعدية المنعزلة وهذا على المرتفعات الغربية وكذا الوسطى في اواخر الظاهرة اما بالجنوب فالجديد يذكر فالاجواء ستكون صافية على العموم معدى اقصى الجنوب وكذا منطقة الاهقار والتصلي ستكون الاجواء مغشت قد تحول الى رعدية في اواخر الظاهرة احتمال ايضا بعض الزوابع الرملية وهذا على الصحراء الوسطى وكذا منطقة الصورة وكذا هو جنوب الواحات بخصوص درجات الحرارة القصوى التي سترفق هذه الوضعية الجوية تكون بين 36 درجة نسجلها بالعاصمة نسجل 38 درجة بوهراني 40 درجة تسجل بمنطقة عنابة 43 درجة بشرف 37 درجة بالجلفة 40 بتيارت وتزيوزو 39 درجة 40 درجة بقسنطينة وامبل بواقي وحتى ميلة بالجنوب اقصى تسجل بمنطقة عين صالح 44 درجة نسجله 43 درجة بأدرات 42 درجة بمنطقة تندوف 40 درجة بإليزي و38 درجة بمنطقة بشاست و30 درجة فقط تسجل بمنطقة تمنرست اما بالنسبة لتوقعات التقص لليلة الاربعة الى الخامس ستكون الليلة دافئة حيث درجة الحرارة الليلية ستشهد ارتفاعا هي الاخرى اما حالة التقص بالاجواء الصافية على العموم على كل المناطق الشمالية للوطن احتمال تشكل بعض الضباب الخفيف في الليل تبقى الاجواء وشبه مغشات على المناطق الداخلية بينما في الجنوب اجواء صافية على العموم ما عدا اقصى الجنوب بوصول الى منطقة الاهقار والتاصيلي حيث تكون الاجواء من مغشات الى غائمة نسبيا درجة الحرارة الليلية تكون مرتفعة نوعا ما قد نسجل 24 درجة على كل المناطق السحلية وهران العاصمة وكذا منطقة تعنبان 26 درجة بشلف ووسكيكدا 25 بيتزيوزو 20 درجة بكل من قسنطين النعامة اما في الجنوب سنسجل تحت 30 درجة بعين صالح 30 درجة بأدرات 28 درجة تسجل منطقة تندوف 26 درجة ببشار وورقلة وكذا منطقة إليزيو 20 درجة تسجل بمنطقة تماناس نمر الآن الى الوضعية الجوية على سطح البحر حيث سيكون على السواحل الغربية وكذا سواحل الوسطى بحر من قليل اضطراب الى مطرب وفق رياح غربية الى جنوبية غربية لا تتعدى سرعتها الـ 40 كم في الساعة بينما على السواحل الشرقية يبقى بحر قليل اضطراب وفق رياح من شرقية الى جنوبية شرقية لا تتعدى سرعتها الـ 25 كم في الساعة اشكركم على حسن المتبعة القاكم انا حسي باكروش في نشاطة اخرى ان شاء الله سلام